اشتركوا في القناة قتلوا ضربوا شهادوا دموا في شي بك يا ربلا بالحقيقة هو اعظم من كل هذا المشهد هو اعظم اعظم اللي هو مبدأ الاستقامة مبدأ الوعي الرسال مبدأ البصيرة الايمانية هذا اعظم من الاحداث لانه هو الذي صنع تلك الاحداث وهو ما ينبغي ان نركز عليه بشكل واسع وان نعمقه في نفوس اجيالنا بشكل كبير كبير جدا رح يجيب اني نموذج بمثل ارقى حالات اذا بدكن من تالي المعصوم من وعي الرسال لتالي المعصوم يجيب بعض المعصوم مباشرة وهو الموضوع المرتبط بعلي ابن الحسين عليه السلام علي الاكبر علي الاكبر شاب ابن الامام الحسين يعني الامي كلها من التفتلائله ادنه هذا ابن حفيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وكان من حيث الخلق والخلقة موره بتسمح له انه يكون قد دخل الى كل قلب بين المسلمين يعني وقت اللي الامام الحسين بيقول انه هو اشبه الناس خلقا بالشكل بالمشهد بالمنظر وخلقا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله طب مين بعد يعني انه انتو عم تتخيلوا يعني هلا انه واحد بيشبه النبي يعني بيذكرك بالنبي انه كيف بد يكون نظر لاله التعامل معه لدرجة في شخص جاي عم بيحكي لالامام الحسين عن منام انه رأيت فيه رسول الله رسول الله محمد كذا كذا قال له طول بالك لن تأكد انه انت شفت النبي او لا طول بالك شوية قال له نبعتولي وراء علي الاكبر مر علي الاكبر من امامهم ليسلم عليهم لما رأى هذا الشخص قال له يا ابن بنت رسول الله هذا الذي رأيت في المنام قال له اذا انت قد رأيت رسول الله محمد هل ادي الشبه اشبه الناس خلقا وخلقا شجاعة وحمي ودفاع وكرم وتدبير ووعي وقدرة ها علي الاكبر هل نبونا ماشيين وماشي حب بيو بيو مفتخر فيه يعني فبيحكي له بيو هاي قصة الهاتف والمناية تسيرون والمناية تسيروا حولكم بيجاوبوا عليهم بيقول له اولسنا على الحق شفت وان المعيار المعيار عنده مش انه رح نموت ولا ما رح نموت انه فعلا فيه مناية ولا رح نخلص منزموت انه اولسنا على حق طيب بيشو هذا السؤال لشو هذا السؤال موجه لانه في ناس اصلا شككت بانه انتو مضبوط انتو عم بتعملوا عمل كله صح يعني فلان وفلان من لن اذكر اسمائهم من شخصيات كبيرة انت يا حسين اللي طالبه صحيح بس ظهرتك هي الغلط علي الاكبر بيقول له اولسنا على الحق يعني انت ظهرتك صح ولا مش صح قال له بلى شو بيجيوبوا علي الاكبر اذا لا نبالي اوقعنا على الموت ام وقع الموت علينا المهم ننفذ امرك كلمتك التي تمثل كلمة الارادة الالهية فعلا يثبت علينا الاكبر وبأثناء الاحداث الكربلاء والقتال اللي فيها يطلب ان يذهب للنزال الامام الحسين اذا ما بدي اعتبر عاطفة الابوي اشتغلت خليني اقول عاطفة ذكرى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي اللي اشتغلتهم وادعه وادمع في عيني ابي عبد الله وراح بدأ ليقاتل بالقتال بيقول البعض اللي كانوا عم بيتابعوا انه كنا وكأنه عم منشوف احداث المعركة من وجه الامام الحسين اذا استبشى نحس انه عليه يعني وضعه منيح اذا هاك مثلا غبئ الرلون شوي يعني نشعر انه في خطر لدرجة انه اي مرة سأله في شي قال له اه في واحد اخافه عليه اخافه على علي الاكبر منه لكن ادى الواجب وعاد الى ابيه هون 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 لاحظوا الوقف هلأ بيقول له وقت اللي بيجي بيسلم عليه يشم رائحته يذكره بحبيبه رسول الله محمد يهنئه في قتاله شوي بيقول له علي يا ابا عن جد شكل كتير صعب 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 ابن شو عم بيطلب من بايه مش عم بيقول له ريحني مش عم بيقول له يعني بركب تبعث حدا هلأ مطرحي لا لا يا ابا العطش قد قتلني شخص مربى على كل مبادئ الخشوني في الحياة وقت اللي بيقول له لبيه العطش قد قتلني يعني فعلا قد قتلني ما عدت قادر اني كف بها العطش اللي اني فيه وثقل الحديد اجهدني اجهدني تعبت من الثقل الحديد يعني من القتال من مضارب الحديد بس طاهظوا الى شربة ماء من سبيل اتقوى بها على الاعداء مش لحتى لخفف عطش مش حتى تساعدني على انه اتحمل ثقل الحديد لا لاتقوى بها على الاعداء لواجه فيها حتى شربة الماء تتحول الى سلاح في الميدان الى مورد من موارد القتال والبذل والعطاء من اجل ان تصل الى تحقيق الهدف والغاية هذا الوعي الرسالي هذا النج العميق الذي ليس مثله نضج او بعده نضج يقاتل عليم الاكبر عليه السلام يبذل كل ما عنده من قدرة في هذا القتال وحينما يسقط شهيدا يصرخ ابي يا حسين يأتيه الحسين عليه السلام بس بأي حال بأي حال يريد الامام الحسين ان ينظر الى وجه علي لم يعد الحسين يرى في وجه علي الجمال الذي كان يراه ويذكره برسول الله محمد وجه علي مقطع جسد علي مقطع حتى لا يحتمل الامر ان يحمله بين يديه هنا يكون الوداع ليكون العنوان ان الثبات على الحق ولو قطع فينا كل الجسد هو عين الاستقامة وهو الصبر على احقاق الحق لازهاق الباطل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة